مؤتمر في مستوى القمة يجمع كل الدول المعنية لان الحل لهذه القضية لا يمكن ان يكون الا جماعيا من تونس اطلقت مبادرة تنظيم مؤتمر دولي حول الهجرة لتتلقفها سريعا ايطاليا وتبادر الى تنظيمه مؤتمر يجمع الى جانب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي كلا من تونس والجزائر وليبيا وتركيا لبحث سبل دفع التنمية في دول جنوب المتوسط في مسعى الى القضاء على الاسباب الحقيقية لتدفق مراكب الموت نحو الضفة الشمالية للمتوسط اوروبا منشغلة جدا بتزايد عدد المهاجرين غير القانونيين القادمين اليها من الجنوب اساسا عبر ليبيا وتونس ولهذا فان هذا المؤتمر مهم جدا لان هناك تخوفات ما ان يتجاوز عددهم بضعة الاف الى ان يرتفع الى مئات الالف اوروبا الغالقة في ازماتها الاقتصادية والامنية يصعب عليها بحسب مراقبين الاهتمام حاليا بالتنمية في دول جنوب المتوسط الامر الذي دفع ممثلي المجتمع المدني الى التحذير من اتخاذ المؤتمر قرارات قد تتعارض مع مبادئ حقوق الانسان في التنقل بما يكرس سياسة التمييز والتفرقة بين الشعوب على ظفتي المتوسط احترام حقوق وكرامة المهاجرين والموساوات بين المواطنين في الظفتين في الحقوق والواجبات والحريات واساسا حرية التنقل الرسالة التي نرغب في توجيهها الى مؤتمر روما هي دعوة القادة المجتمعين الى الانصاط لنداءات المجتمع المدني فيما يتعلق بقضية الهجرة بين من يحذر من ان التعويل على المقاربات الامنية من خلال عسكرة السواحل لن يحل ازمة الهجرة غير الشرعية ومن يؤكد ان الظاهرة تخفي نشاطا لمافيات الاتجار بالبشر ما يستوجب التعاون بين الدول للقضاء عليها يتواصل الجدل وتتواصل مآسي العارقين على الحدود قيل قديما كل الطرق تؤدي الى روما واليوم تعقد روما مؤتمرا دوليا لتقنين طرق الوصول اليها برفع سقف الشروط لطالب اللجوء وتشجيد الرقابة على الحدود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية عمجتارة تونس الميادين